أمن المعلومات وده موضوع مهم جداً الأمن السبراني وأمن المعلومات وحضرتك يعني متخصصة في هذا الموضوع مدربة فيه إزاي أي حد بيبتدي مشروع صغير من خلال السوشيال ميديا أو أي بلاتفورم أو أي منصة يعني يحافظ على أمن هذا المشروع وتأمينه حتى ما حصلش أي نوع من الاختراق ما حصلش أي نوع من عملات النصب الإلكتروني اللي احنا بنشوفه صحيح أنا أوضح لحضرتك كذا نقطة كده غالباً دي يعني مشاكل السوشيال ميديا من خلال البيع والشراء بتحصل اللي بيحصل إن أنا بشتري أو ببيع من بشتري مثلا أنا كمستخدم بشتري من صفحة أو بيج موجودة على الإنترنت أنا مش عارف ده مين فممكن أنا أحاوله فلوس أو يجيني منتج غير المنتج فطبعاً دي حاجة بتبقى من عيوب الإنترنت أو البيع والشراء على الإنترنت فلازم قبل مشتري من موقع معين أو من جهة معينة من شخص معين لازم أكون قاري وعارف وشايف الريفيوهات وعارف الحاجات دي وشايف المصدر ومتحقق المصدر ده طبعاً بشكل أساسي لأنه ببساطة ممكن يحصل عمليات نصبه وأنت مش عارف مين الأصادك في الموضوع ده كمان إحنا لازم أنا بقى دلوقتي مثلا عندي أنا سيدة وعندي بلاتفو صفحة مثلا خبا عليها متابعين كتير وبدأت بيها واشتري وأعمل إعلانات وكذا طب أنا لو ما أمنتش الصفحة دي من البزنس بتاعي ممكن يروح في ثانية واحدة لازم أبقى عارف يعني كسيدة أبقى عارفة إزاي أأمن الحساب بتاعي بحيث أن أنا مايتسرقش مني في ثانية واحدة محتاجة أتعلم مهارات تكنولوجية معينة عشان أعمل موضوع تأمين الحساب دايما أه بالظلط يعني حاجات بسيطة بس أساسية دايما أقول مثلا خلينا دايما نربط الأكاونت بتاعنا برقم الموبايل بالإيميل الناس بتاهمل شوية فكرة الإيميل دي يعني يقول لك أنا مين هيخترقني وكذا بس ما بندريشه ما بياخدش باله أو بتاخدش باله غير لما الصفحة بتتصير بيجي يقول لك أنا الصفحة دي كان عليها كل الشغل بتاعي عليها كذا ألف فولور عليها كذا ألف حد بيشتري مني طب أنا مستقبلي وكذا فمن البداية كده بحاول أن احنا نعلم الناس ده الحمد لله يعني أنا عندي ويب سايت وأنا يعني أنا اللي عملته برضه بدرب فيل سيدات على مهارات الإي آي والأمن السيبروني وإزاي يأمنوا نفسهم من سرقة الحسابات والمشاكل كمان مش بس كده ده كمان من الابتزاز الإلكتروني ومن الصور مفبركة وحاجات تانية كتير كلها تخص المرأة يمكن يعني بشكل أساسي لكن إزاي برضه يحموا نفسهم من عن طريق الإنترنت بس في نفس الوقت يستفادوا ويحققوا يعني الممارسات الأمنة للإنترنت طب لو أخذنا مني كده نصايح كده سريعة في آخر الحلقة لكل سيدة بتبدأ تفكر كده تعمل مشروع عبر الإنترنت أو على السوشيال ميديا تعمل إيه واحد اتنين تلات بداية دلوقتي حالا حديدي المنتج أو الخدمة اللي أنت عاوزة تقدميها للناس حديدي جمهورك المستهدف دايما استعيني بالتكنولوجيات الجديدة زي الذكاء الاصطناعي اسأليه وعرفي أكتر أنت فين من السوق عرفي إيه الحاجات اللي أنت ممكن تقدميها واحتياجات السوق إيه وإيه بالإيه اللي من احتياجات السوق موجود عندي وإزاي تستخدمي الإنترنت في أني أنت بسرعة تنمي الشغل بتاعك بس خلي بالك وأنت بتستخدمي كل ده لحسن تقع في مخاطر الإنترنت